رح نشوف شيء توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عن تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك قبل ما نبلش بالقراءة نسحب كروت توضيحية طبعاً خد الأشياء اللي بتفيدك فقط من القراءة يعني ركز على الأشياء اللي ممكن تستفيد منها وترك أي إشي بتحسه سلبي أو بتحسه يعني مش مطابق لإلك لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبك مئة في المئة ولكن في رسالة ممكن علامة ممكن تفيدك بإشي فترك السلبي وخد الإيجابي من العلاقة بنا ناخد أيضاً كروت توضيحية من هاتك رح نشوف طاقتك بالأول بعداً طاقت الحبيب الشريك بعداً نشوف ما صير العلاقة وخطواتكم في المستقبل وشو رح يصير طيب نبلش بطاقتك بالأول يا برج العقرب نشوف شوف يا عندك بطاقتك عم شوف برج العقرب في عندك مخاوف عم تحس فيها اشي عم تحس فيها بالوقت الحالي ممكن عم تمر بشوي مخاوف يعني في عندك مخاوف داخلية شكوك عم تشك بالشخص اللي عم تتعامل معه في عندك مخاوف لا أساس لها من الصحة من بعض منكم لأنه سلف ستتعجعني أنت عم تخرب على حالك بالعلاقة وبالتواصل مع هالشخص بالذات من الناحية العاطفية عم شوفك مجروح في عندك three of swords وماجيشن عم شوفك كتير من الناحية العاطفية في عندك ورقة الساحر بس المانفستيشن اللي عم بتقوم فيه أو الطاقة اللي عم تجذبها لإلك عم تخرب على حالك ممكن عم تغضي وقت كتير تركز على الإشياء السلبية بحالك وبالعلاقة نبين أنه عندي برج العقرب أنا تمور بجرح معين في عندك three of swords عم تحس أنك مجروح من هالتواصل من هالشخص لجوز أيضاً أنت حسيت من هالشخص أنه فيه فيه طاقة تلاعبية من هالشخص لأنه عم شوف أنه أغلب موالد برج العقرب أو من الطاقة اللي عندي هون أنت كتير مكتئب أو عم تقضي وقتك عم تفكر بإشياء راحت إشياء خسرتها في الماضي إشياء مش رح ترجع عم تفكر كتير بالأغور السلبية عم شوفك أيضاً البعض منكم اللي مش عم يحكموا هالشخص أو منفصلين كتير عم تفكر فيه وعم يشغل وقتك هالشخص كتير عم تسرح يعني بهاالشخص لأنه هالامرأة عم تطلع على الكوباية اللي بيدها فعني يعني عم تسرح كتير بالتواصل بهاالشخص وبيجوز أيضاً عم تفكر وتعيد بالتفكير وتزيد بالإشياء اللي بالماضي صارت الإشياء اللي خسرتها عم شوف نظرتك للأمور بصراحة نظرتك للأمور مع هالشخص مش كتير إيجابية فطاقتك حالياً عم شوف الأغلبية منكم عم يمروا بفترة صعبة شوي من النحية العاطفية عم تركز على إشياء سلبية أكتر بالعلاق لأنك يعني زعلان لأنك مشروح طب إنا نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم شوفه في عنده فهالشخص ممكن أنت عم تحس أنه عم يتجاهلك ببعض الأمور أو مش عم يمتذه لإلك ببعض الأمور مش عم يعطي اهتمام للإشارات بينكم أو للتفاصيل الصغيرة بينكم أيضاً ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان أو برج ناري برج مائي عم شوف الطاقات اللي عم تطلع عندي برج أبراج ترابية بس بالغانبية بالغانبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية ممكن يكون أي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الأسباب اللي عم مش عم تسمح له إنه يتقدم بالعلاقة أو بالتواصل بينكم إنه هو يمركز كتير على الهدف النهائي أو يمركز كتير على الصورة الأكبر لأنه ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف أيضاً طاقة نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور أو شخص مندفع باتخاذ قراراته أيضاً شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس إنه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير أو هالشخص كتير بيركز على تحقيق أهدافه وطموحاته يعني بيتقدم لتقدم وبطريقه ممكن يجرح أشخاص أنت بتحس هيك أيضاً هالشخص ممكن يكون أنت أنضج منه عقلياً أو فكياً لأنه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها أيضاً هالشخص من النوع اللي هو إذا اشتغل ما فيه عنده الصبر فيه عنده طاقة ولكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لأنه كل ما بيجي يعني بيحاول يحط مجهول بإشي معين إذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده إياها بسرعة هالشخص بيميل بيركز على إشياء صعب إنك تجذب تركيز هالشخص أو تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسه بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما فيه عنده خط واضح يمشي عليه أيضاً عم شوفوا مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون هالشخص إجابه وروب حب وهو عم يفكر بإشياء بالماضي أو ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز على بيمر فيه حالياً يعني ممكن هو مش سامح لحاله إنه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لأنه مركز كتير على الأمور اللي صارت بالماضي فدائماً كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستقبل بيعود تفكيره إلى الماضي فب يعني أوتوماتيكلي تلقائياً بنغلق عاطفياً بأي علاقة جديدة عم شوفه لكن عم شوفك أنضج منه فكرياً ممكن يكون في بينكم فرق السن أيضاً ممكن يكون هالشخص أصغر منك بكبر سنة أيضاً طيب شو ممكن واحدة من الأسباب اللي أدت إلى الخلل بينكم أو كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم حتى تعرف تصلحها أغلبكم هافيك أغلبكم ما في عندكم إيمان وما في عندكم الثقة الكافية بالتواصل بينكم بالطرف الآخر بالشريك الآخر لحتى تسمحوا إنه العلاقة تطور إلى الأمام عم شوف الأغلب منكم في عنده صعوبة إنه يثق بالعلاقة مئة بالمئة أو يعطيها اهتمامه مئة بالمئة أيضاً عم شوف إنه في شخص بينكم هو متحكم أكتر بالأمور أو في شخص بيحب السلطة أكتر من الشخص الآخر شخص شخص بيحبه هو اللي يكون متحكم للأمور واحدة من الأسباب اللي اللي أدت إلى الخالة بينكم إنه فيه طرف عم يحس إنه مظلومة عم يحس إنه ما فيه توازن بالأخذ والعطاء عم يحس إنه هو اللي عم يعطي أكتر من الشخص الآخر طبيعة العلاقة بينكم نارية كتير يعني أنتو فيه بينكم تجاذب كتير عالي ولكن فيه شخص بيحب فرض السيطرة بالعلاقة أو بيحب هو اللي يكون متحكم كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل معه أو فيه طرف بينكم هو يكنترول فيك وبيحب التحكم كتير نشوف خطوتك بالمستقبل فيه نكس رايزنج عم تشوف فيه نكس رايزنج هاي الكرت بس توصل إلى نقطة الصفر يعني بس توصل إلى الحضيد هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت أكتر أو تخرب عليك الأمور أكتر من هيك فهي هي فيه نكس رايزنج اللي هي بتطلع أنت بتنطلق أو أمورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة أو عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل الويل أو فورتشن أو عجلة الحظ عجلة المستقبل فهاي هي اللي الشفت اللي راح تصير أو الانتقال النقلة اللي راح تصير فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادم راح يصير فيه عندك نقلة بالذات من ناحية المشاعر لأنه الكرتين هون عندي two of cups و night of cups بعدين عندك the full يعني عم شوفك أكتر بالمستقبل راح تاخد الأمور بعفوية أكتر مش راح تكون كتير جدي بالأمور بالذات بما يخص العاطفة يعني راح تحاول إنك تكون flexible أو مرن أكتر مشوف أيضا فيه اشتياق راح يصير بالمستقبل راح تشتاق إلى شخص معين أو راح تشتاق إلى طبيعة التواصل بينك وبين هالشخص عندك بالكروت المستقبل كتير أوراق cups فرح تكون الأمور عندك من الناحية العاطفية راح تتغير كتير أيضا عندك two of pentacles فرح أنت بالمستقبل راح تنحط بموقف إنه لازم توازن بين شغلتين معينات بين شيئين معينين وممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة يعني بين الشغل وبين العلاقة فيه إشي راح تضطر إنك تحاول توازن وتوفق بينه نشوف خطوات الحبيب في المستقبل فهالشخص عم شوف إذا هو كان كتير كتوم بالذات بناحية ما إنه يعبر عن مشاعر تجاهك تجاه العلاقة أو يكون صريح بإنه يحكي فعلا شو هو اللي يحس فيه عم شوفه أكتر رح يركز على هالإشي أيضا عنده the empress card هالشخصة أو هالإمرأة إمرأة حنونة جدا يعني في عندها تعاطف كبير فعم شوف إنه هو بفترة الإنفصال للمنفصلين لكم مثل وكأنه رح يراجع أموره لأنه أيضا عنده the hangman the hangman الطاقة بتكون معلقة والطاقة بتكون واقفة ولكن بيصير مثل الدراسة للموضوع أو بيصير مثل تحليل للموضوع مثل فهم للفكرة فهالشخص رح يحاول إنه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة أكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم أكتر وأيضا أمشوفه يعني رح يعمل self reflect أو رح يشوف هو وين أخطأ بالعلاقة شو كان دوره بأنه صعب العلاقة أو صعب التواصل بينكم أمشوفه أكتر رح يكون في عنده sympathy أو تعاطف مع الموضوع أيضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة أو من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة هالشخص عمشوف إنه هو هم يفكر بالمستقبل يحط مجهود أعلى أيضا كينغ أوف كوبس كينغ أوف كوبس هدا أكتر شخص ناضج أو مشاعره العاطفية بتكون ناضج لأنه كينغ يعني أعلى مركز أو أعلى مستوى فعمشوفه من الناحية العاطفية تقريبا للبعض منكم رح يصير فيه التزام جدي بهات ثلاث الكروت رح يصير فيه ارتباط جدي لأنه في عندك كينغ أوف كوبس يعني فيه إشي مثل تكوين أسرة مثل هالشخص عم يحلم بأسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وأيضا عندك كينغ أوف كوبس يعني هالشخص مشاعره العاطفية رح تنضج أكتر في عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني فول كارد هو أول كرت في بداية رحلة التاروت طاقته الحالية عم شوفه الحالية هي طاقة عفوية أكتر طاقة فولية أكتر ولكن بالمستقبل عم شوف أنه هو شخص يعني رح يوصل إلى مرحلة من المضوج المضوج العاطفي أيضا هالكرت بيبين أنه في عنده بداية معاك جديدة وفيها نوع من الاستثمار مشان هيك أنا بحكي لك أنه ممكن يكون ارتباط جدي لأنه عندك يعني فيه طاقة أرضية فيها إشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة مجهود جدي بها العلاقة يعني هالشخص فكرته معاك في المستقبل رح تكون تفكير إلى المدى البعيد مش فقط إلى المدى القريب أو شو اللي عم بيصير حاليا لأنه هالشخص هون أنا فول كارد ما عنده أي حساب إلى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عند هالشخص أمشوف أنه هو ناضج أكتر أم يفكر إلى المستقبل بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم أو طاقة المشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه أنت وهالشخص من أنه ما تماطلوا في حل بعض الأمور أو ما تأجلوا بعض الأمور إذا فيه إشي أنت عم تحس فيه سارح هالشخص الأفضل إنه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص أيضا البعض منكم اللي عم يتأخر أو عم يحاول يتجنب بعض الأمور بحل هالعلاقة فيه عندك يعني فيه تدخل رح يصير قدري بأنه يغير الأمور ويغير المسائل بينكم فيه عندك أيضا تن نوف وانس اكتمال كارما من نوعا ما اكتمال دائرة فرح تفوت أنت وهالشخص بمرحلة جديدة أو المرحلة القديمة اللي بينكم رح تسكروا عليها فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير فيه عندك اسوف كوبس وفيه عندك اسوف وانس فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة تقريبا ثلاث الوراق اسوف كوبس اسوف وانس بدايات جديدة وأيضا عندك ايتوف وانس تواصل سريع هون فيه بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين او للي مش عميحكم مع بعض في بدايات رح تكون من المحي العاطفية في بينكم رح يكون ايضا passion او شغف كتير بالعلاقة لانه عم شوف اغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فالتايم اوت او الوقت المستقطع اللي اخدته هو اللي سمح لانك وسمح لانه انه يفكر بالموضوع يدرس الموضوع صح وعمشوف انه بالمستقبل هالشخص يعني عم نتوصل الى استنتاج انه هو بيته بالفعل انتو تعقدكم بالمستقبل بيتكم بالفعل انه تكونوا مع بعض في عندك بداية جديدة وفي عندك ايضا التواصل سريع ففي عندك ايضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويلة فورتين في عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة و تغيرات سريعة فما تحاول انه تبطئ الامور اذا انت بمرحلة عم تحس او اذا هالشخص قدم للك عرض عاطفي وانت عم تحاول انه يعني تاخد وقتك في حل الامور او عم تحاول انه تماطل في الامور مع انك بتعرف شو اللي انت بتريده انا بنسحك يعني تتخذ قرار اسرع من هيك فقط اذا انت بتعرف شو اللي بتريده لانه عم شوف كرت النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الامور لا تتأخر في المسارحة او بيحيا الله لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فانت بتفهم شو هو الموضوع اللي انت عم تماطل فيه حاليا وحاول انك ما تتأخر حاول انك تاخد خطوة لانه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع بيجوز انت اللي عم تعرقل هالتواصل بيجوز هالشخص بيده البداية جديدة وانت اللي متردد او عم تتأخر في اخذ القرار اوكي حباري بورش العقرب اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في الفيديو